ما بتخشيش في جدل أو منقشات صعبة متعلقة أجري في الفيلم أجري في المسلسل لأ ده فلان أنا عارف أنه أكتر فلانة أكتر إلى آخره آه طبعا بدخل يعني ده من ضمن الشغل ده من ضمن الشغل زي ما أنت كده بتجي تقدم برنامج بتتفق على الفكرة صح صح من ضمن كده العقد ومن ضمن حيقيموك بكامل طبعا يعني أنا عايز أعرف أنا بنزل من البيتش وبيجي هنا باخد كامل باخد كذا طيب ليه بتدو فلان كذا ومعيني كذا وكذا طب ليه طب أنا السلفات خدت كذا يعني ده من ضمن الشغل يعني أنا بشوفها أنها جزء من تقديرك ليا أن أنا مش أقل من اللي زي يعني سعرني كويس تميني كويس على قد مجهودي لا أنت شايفني مجهودي أقل لا أنا شايفني مجهودي أحسن ممكن ما اشتغلش أنت مؤكد سبت قنوات بسبب أنه ما اتفقناش مديا آه مرتين والتقدير المادي برضو تقدير ليك أنت يعني مقدرينك طبعا فأنت بتحس أنك راضي عن نفسك وبتحس بالاحترام وانت جوه المكان صحيح غير لما يبقى وانت على فكرة وإحنا عندنا برضو الفزلكة يعني هو يبقى عارف تمنك وعارف أن الحسين يتقدر بكذا بس ليه ما جبهوش وأعاده آه وفصله آه واكسب الجولة آه وعبيته يتضحك عليه بقى هيقولك ده طيب وما كانش بيشتغل بلو سنة ولا سنتين عاد في البيت آه أستغل الموقف آه واكسره مضيه على آه مش هسيبه اللي يعمل فيه كده ده هنتقم منه لأ وبعد ما يضحك عليك مش مسلا يعني يسطر عليك لأ يطلع يقول للناس شوفوا بقى شوفوا جبته بكام آه بتعرف تعملها انت كده أنا جبته بقال كان بيتنك آه إيش هو طرف ده إيش عارف ويتحكرنا كده في أعداد برضو إيش عارف جبتها بقى شوف تفعتها قصيت منها يا فلوس إيش هو طرف كده إنك قصيت منها فلوس ما مش هتشتغل معاك تاني آه وفيه زكرة سيئة جواها وإنت منعت عنها غير وفي الواجهة استفدتك من قذيئتي يعني ربنا هيمني عنك كيف بقى إنت مخدتش الفرق في جيبك برضو بالمناسبة يا مش في لوزك أنت صار نورتي حقيقي وشرفتي وبجد أنا مبسوط وفعلا عايز إن احنا نعمل لقاء يبقى أطول من كده أو أنا أحب أسميها قاعدة أطول من كده